اكد سعادة الدكتور ماجد من علي النعيم وزير التربية والتعليم ان مملكة البحرين حققت العديد من الانجازات التعليمية في العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مما ساهم في الارتقاء بالوزارة وبرامجها ومشاريعها التطويرية مثمنا سعادته بالتقدير والثناء الدعم والمتابعة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما يشكل دافعا للعطاء والارتقاء بالعملية التعليمية نعم جاء ذلك خلال حضور سعادته الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي في النسخة السادسة من تحدي القراءة والذي اطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي حيث حصلت ثانوية العهد الزاهر للبنات على المركز الثالث من بين 92.583 مدرسة من مختلف الدول العربية في إنجاز تعليمي جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حقق طلبة مملكة البحرين نتائج متميزة في النسخة السادسة من تحدي القراءة العربي والذي اطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي وذلك بحصول مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات وهي مدرسة حكومية في مدينة حمد حاصل على المركز الأول على مستوى مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة حصلت على المركز الثالث بعد تأهلها للتصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي واختيار الطالب محمد جميل علي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين وهو الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى طلبة مملكة البحرين ضمن الستة الأوائل بين 22 مليون طالب وطالبة من الدول العربية وتم تكريمه من قبل سموه في الحفل أن هذا اليوم حدث مهم في مسيرة التربية والتعليم في مملكة البحرين هذا إنجاز كبير أن تكون هناك مدرسة من مملكة البحرين هي مدرسة العهد الظاهر الثانوية للبنات وتحقق إنجازا كبيرا حيث استطاعت هذه المدرسة أن تكون من ضمن المدارس التي شاركت في هذه المسابقة وهذا التحدي الكبير وهناك نقطة مهمة وأكد عليها أن أزارة التربية والتعليم مستمرة بعون الله بفضل ودعم ومساندة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل للبلاد المعظم حفظه الله ورعاه وكذلك متابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبتعاون الجميع من منتسب الميدان التربوي الطلبة والطالبات وكذلك أيضا أولياء الأمور الكرام وصول أحد أبنائنا الطلبة بأن يكون من ضمن الستة الذين تم تكريمهم اليوم على صعيد الدول العربية المشاركة في هذه الجائزة هذا أيضا أمر مهم كما يعلم الجميع أن هناك شارك أكثر من 22 مليون طالب وطالبة من الوطن العربي سعادة وزير التربية والتعليم أشار إلى أن مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات والتي حصلت على هذا المركز المتقدم جاء نتيجة للجهود التي بذلتها والمشاريع المتميزة التي نفذتها والتي شارك فيها جميع أقسام المدرسة وطالباتها بنسبة 100% ومنها وهج القراءة ونادي الضاد ومقهى القراءة وإلى جانب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قيام الطالبات بالقراءة لإحدى زميلاتهم المكفوفات كان لكلمة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ألتسي ألقاها لجميع الطلبة في بداية جائحة كورونا أثر ودفع كبير لنا لمواصلة جهدنا في التعلم عن بع كما أن دعم سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه لملف التعليمي له تأثير لنا في التعلم حقيقة وصولنا إلى هذه المرحلة هو بحذ ذاته إنجاز شعور مليء بأحاسيس الفرح والفخر والإنجاز لما استطاعت مدرستنا تحقيقه في مبادرة تحدي القراءة العربي حيث أن هذا النجاح والنتاج جاء نتيجة لتضافر جهود جميع منتسبات المدرسة من معلمات طالبات إداريات وأيضا أولياء أمور نحن سعداء من الغاية بما حققته مدرستنا في مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في موسمي السادس حيث عملت مدرستنا على توفير عدد من المسابقات والبرامج والفعاليات الخاصة في نشر ثقافة تحدي القراءة الجدير بالذكر أن تحدي القراءة العربي يعتبر أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب حيث يأخذ شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر ويتدرجون فيها عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة منها قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي ثم تبدأ مرحلة التصفيات وفق معايير معتمدة على مستوى المدارس ثم مستوى البلدان العربية وصولا إلى التصفيات النهائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر